أقد رئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع الرئيس الأوكراني فلادومير زيلانسكي في البيت الأبيض وخلال اللقاء أكد بايدن لزيلانسكي استمار الدعم الأمريكي لكيف في حربها ضد روسيا مضيفا أن أي تغيير في هذا الدعم سيكون بمثابة هدية للرئيس فلادومير بوتين وأعلن بايدن عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار هذا وكان الكريملين قد أعلن قبل زيارة زيلانسكي إلى واشنغتون أن أي دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا سيشكل إخفاقا جديدا حول كل هذه التطورات نقاشا وتحليلا أرحب بضيفي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور رولاند بيجاموف ومن واشنغتون المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية سيد فريد فليتز أهلا بكم ضيفي وأبدأ معك بداية ضيفي من كيف زيلانسكي في واشنغتون المرة الثالثة لضمان استمرار الدعم الأمريكي له في حربه مع روسيا المحصلة 200 مليون دولار هل هذا المبلغ الذي كان يتوقعه زيلانسكي؟ ضيفي من موسكو سيد بيجاموف عفوا السؤال لك نعم أستاذ التسبيح تخياتي أهلا بك دوما أهلا بك للضيوف ولسادة مشاهدين لسادة مشاهدين طبعا يعني فيما يتعلق هذا اللقاء وزيارة زيلانسكي أستطيع أن نقول أن هذا الإنجاز هو متواضي مقارنة بما كنا نتوقع عليه ولكن في كل حال من الأحوال زيلانسكي خصل على 200 مليون دولار وخصل أيضا على حديث من أليكس سورس مبلغ وقدره 1 مليون دولار وفي الواقع يستطيع أن يخصل على حوالي 3.1 مليار دولار من أموال الرئيس الأمريكي من الصندوق الخاص ببايدن وأيضا من اختياطات وزارة الدفاع ولكن هناك الأيام الحاسمة أمام أوكرانيا الأبرى هنا هل ستكون هناك الاتفاقية للحصول للتوافق بين غرفة الكونغرس الأمريكي أم لا هناك فضل يومين تقريبا نظريا يمكن قد يحدث ذلك وستتم توقيع ديل أو صفقة بين الغرفاتين يعني المصادة لأوكرانيا مقابل التنازلات للحزب الجمهوري في قضية الحجرة الغير شرعية ولكن غالبية الناس يفكرون أنه هذا السيناريو بعيد المعنى الخالية قد يخصل ذلك في الشباط فبراير من العمل الجالي المقبل فلذلك 3.1 مليار دولار أمريكي هذا هو الاختياط تقريبا أوكرانيا يدوبها أن تستثمر وتستخدم هذه الفلوس للإنفاق الأسكري فقط نحيكم أن النفقات الاجتماعية في الميزانية حتى بداية الشباط في انتظار المصادات الأمريكية وهذا هو السؤال الآن سيد فليتس لماذا على ما يبدو أن مسألة الدعم الأمريكي استمرار هذا الدعم بالنسبة لكييف أصبحت الآن مسألة تثير انقسامات حتى داخل الكونغرس الأمريكي الموقف الأمريكي كان واضح في البداية الدعم المطلق لكييف في حربها ضد روسيا ولو أن هذا الدعم عفوا يقالي الآن أنه لم يحدد له هدف هذا نقاش لاحق ولكن الآن 200 دولار يحصل عليها زلانسكي بصعوبة في ثالث زيارة له للبيت الأبيض في واشنغتون ماذا يعكس هذا الانقسام حول مسألة دعم أوكرانيا من دواعي سروري أن أكون معكم يبدو أن هناك قاضيتين تقسمان الكونغرس بشأن أوكرانيا الآن إحداهما هي الإصرار من قبل الجمهوريين في الكونغرس بأن على بايدن أن يضع إجراءات جدية لأن يعزز الأمن في الحدود الجنوبية ويوقف الهجرة الشرعية من المكسيكا فهم ينتقدون بايدن بأنه أضعف الحدود ومعظم الجمهورين يقولون أنهم لن يقدموا الدعم لأوكرانيا ما لم يحقق بايدن ذلك وهناك قضية أخرى وهي مشكلة تكبر هي أن هناك اعتقادا من أعضاء الكونغرس بأن هذه الحرب أصبحت حرب استنزاف وسيصبح من الصعب جدا على أوكرانيا أن تنتصر وحتى النيويورك تايمز قالت اليوم أن الإدارة الأمريكية تريد من كييف أن تعزز اقتصادها وأن توقف هجومها ولكن اسمح لي بالمقاطعة سيد فاتس لماذا الآن القراءة الغربية تقول أن أوكرانيا قد لا تنجح في التصدي للهجوم الروسي قد تخسر هذه الحرب رغم كل الدعم الذي قدم لها من واشنغتون وقدم لها من النيتو كذلك وكل هذه الأموال التي وصلت إلى كييف والدعم العسكري لماذا؟ أين يكمون الخلل؟ هذا سؤال وجيه والعديد من الأمريكيين يريدون أن يستمروا في تمويل أوكرانيا وإرسال الأسلحة ولكن هناك اعتقاد الآن بأن الأمور لا تسير على ما يرام وأوكرانيا لم تحدث تقدما في 2023 في هجومها المضاد وبأن قواتها تتضاءل وأنت محقة نعم فالكثير من الأموال أنفقت على أوكرانيا وأخطاء ارتكبت نعم الأسلحة كانت أوكرانيا تحتاجها في فترات مبكرة من الحرب والولايات المتحدة كانت متأخرة وبطيئة في تقديم الأسلحة وكان يمكن ردع الأمر حتى قبل حدوث الحرب نحن الآن في المكان الذي نحن فيه وأعتقد أن هناك عددا متزايدا من الناس من اليمين واليسار في الولايات المتحدة يعتقدون بأنها كان ينبغي اتخاذ مقاربة مختلفة وربما دفاعية لاتجاه نحو وقف إطلاق النار والمفاوضات سيد بيجاموف كل القراءات عند انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة داخل أوكرانيا كانت تقول إنها جغرافيا ستكون مستنقع بالنسبة لروسيا حجم الدعم الغربي الذي قدم لأوكرانيا كبير جدا المساعدات العسكرية كانت كبيرة جدا والحصال الاقتصادي على روسيا كذلك لم يكن بالهيين في حزم متتالية من العقوبات على ماذا رهانت روسيا؟ طبعا روسيا رهانت على أقيداتها الدفاعية الاستراتيجية وانطلقت من مبدأ حماية مصاريخها الوطنية لأن اليوم يقترحون في أوروبا وفي الولايات المتحدة حلول وسطية وحلول سلمية ولكن بالتالي يرجع حول ناس أساس منهم والخبراء السياسيين إلى المربع الأول كان يمكن عمل ذلك في يناير عام 2022 يعني أنا قصدت الرهان العسكري الروسي يعني قبل بدي هذه العملية ما كان نعم فيما يتعلق الآمل الأسكري الروسي أيضا أخطأ الغرب في حصاباته والمراهنة على الهجوم الأوكراني المضاد يعني كانت باتت بالفشل يعني هذا الهجوم فشل نهائيا والدليل لذلك يعني يمكن أن نعمل مقارنة بين الزيارة زيلنسكي كما كانت عليها في العام الماضي في 2020 إلى الولايات المتحدة عندما أصبحت شوه كبير وهذه هي الزيارة المتواضية التي نشهدها اليوم وهذا المبلغ المتواضية الذي خصل زيلنسكي اليوم ربما سيخصل أكثر من ذلك ولكن زيلنسكي عمل عصيفة سياسية في واشنطن ولكن هذه المرة بحجم مصغر أما بالنسبة للمصادات الأمريكية وهي ستستمر ولكن من الصعب جدا الخصول على المصادات من الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدخل الولايات المتحدة في سنة الانتخابات في سنة الانتخابات دائما على اختبارات الداخلية تفوق على اختبارات السياسة الخارجية وثم في السياسة الخارجية أيضا هناك في تراتبية الأحداث الحم الرئيسي للولايات المتحدة هي إسرائيل الدفاع عن إسرائيل وخمايته كحليف جيوسياسي في أسخن بقة في العالم بمعنى اختلاف الأولويات الآن بالنسبة لواشنطن وتراجع الاهتمام بالحرب الروسية الأوكرانية وصعود الاهتمام بما يحدث للحليف الإسرائيلي في قطاع غزة ولكن سيد فريد المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي حذرت مما قالت إنه اعتقاد روسي بأن الشتاء مأزق عسكري سينسف الدعم الغربي لأوكرانيا وأن القوات الروسية ستدفع بقواتها على كل الجبهات ما مدى حقيقة ذلك وإلى أي درجة الآن أي تراجع في الدعم الأمريكي لأوكرانيا سينسحب على الدعم الغربي لها من بقية الحلفاء هي لم تقول شيئا جديدا لم تقول شيئا جديدا السؤال سيد جيش الروسي سيد بيغاموف سأعود إليك للتعقيم على ذلك ولكن سيد فليتس الآن كيف يمكن قراءة كل هذه التصريحات الصادرة عن إدارة بايدن وكيف يمكن حقيقة أن ينسحب تراجع التعاطف الأمريكي مع أوكرانيا على بقية الحلفاء الغربي أعتقد أنه الآن كمية الدعم التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس وإذا تضمنت طبعا الإجراءات على الحدود لكن أظن أن الوقت بدأ ينفد والآن الكونغرس أظن بأنهم قد تعبوا من أزمة أوكرانيا وهناك دول أخرى أيضا تريد أن تنهي فقط هذه الأزمة وهذا ما قاله الرئيس ترامب فالرئيس ترامب قال بأنه إذا فاز بالانتخابات سينهي القتال مباشرة ويؤمن أوكرانيا أعتقد بأننا نتجه إلى ذلك الاتجاه وإدارة بايدن أظن بأنها ربما تعاني للتعبير عن هذا ولكن السنة القادمة ستكون حاسمة ولكن حتى حال التحقق المستحيل بالنسبة لبايدن وأعيد انتخابه مرة أخرى على أي أساس يقول إنه سينهي القتال في أوكرانيا هذا يعود بنا إلى القراءات التي كانت تؤكد أن واشنغتون لم تحدد هدفا واضحا في أوكرانيا رغم كل هذا الدعم السخيلة أعتقد بأن هذا صحيح نعم لم يكن هناك هدف واضح استراتيجية الرئيس بايدن كانت بتقديم الأسلحة مهما تطلب الأمر ولكنها استراتيجية كانت كما لو أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة كثيرة لأوكرانيا وأن أوكرانيا ستنتصر أنا أريد أن تنتصر أوكرانيا والغزو الروسي كان فضيعا وكان غير مبرر وكان انتهاكا للسيادة الأوكرانية ولكن الآن علينا أن نتعامل مع الواقع فروسيا لن تخسر في المدى القصير ربما على المدى الطويل يمكن أن يكون هناك تفاوض وأظن أن هذا ما تريده الولايات المتحدة سيد بيجاموف بوتين تحدث قبل توجه حتى زينسكي إلى البيت الأبيض في واشنغتون قال عندما لا يكون لديك عقيدتك الخاصة في الدفاع ولا أموالك الخاصة فلا مستقبل لك ونحن نملك كل المستقبل ما القادم بالنسبة لروسيا في أوكرانيا ما طبيعة الأهداف العسكرية قدم المزيد من الأراضي الأوكرانية أنفقت الإعلان عن هذه المناطق التي قامت بضمها أنها جزء من روسيا هذا الإعلان بالنسبة لها كافي كهدف حقق من عملياتها الخاصة بأوكرانيا السؤال وجيخ أشكرك على هذا السؤال الأمر لا يخص بقدم الأراضي الأمر منذ البداية كان يخص بناء نظام أمني لروسيا في محيطها السابق يعني روسيا كانت تطلب حياد أوكرانيا وأدم التحاك أوكرانيا إلى حلف الناطو وغيرها من الأمور ولم تكن تفكر في قدم مزيد من الأراضي هي كانت تفكر في أبعد من ذلك هي كانت تقول عند بداية العملية سيد بيجاموف تغيير النظام في كيف؟ لو أنه هدف تراجع بيجاموف لا أفو لا هو الحديث لا يدور أن تغيير النظام عندما الدولة يريد تغيير النظام في دولة أخرى لا تجلس معه على طاولة المفاوضات صدقوني المشكلة ليست مع النظام المشكلة مع طبيعة هذا النظام المشكلة مع تصرفاته النظام وقع بالأخروف الأولى على اتفاقية اسطنبول على المسودة التي كانت بالمناسبة في صالح أوكرانيا حتى روسيا كانت تنازلت فيها عن شبو جزيرة القرم ووافقت على ألق هذه المسألة لمدة 15 آمن وثم إجراء استفتاء آمن لسكان هذه الجزيرة هذا كان يعتبر تنازلا كبيرا من قبل روسيا ولم يكن هناك الحديث مثلا الأراضي التي دمت حاليا نتيجة للاستفتاءات الشعبية في أربع مناطق من أوكرانيا التي الآن تواد جزءا من روسيا الاتحادية فلذلك المسألة أكبر من الصراع الروسي الأوكراني أو قدم الأراضي والمديات المسألة تخص المصالح الوطنية للأمة للدولة ترجمة نانسي قنقر